حرب على الاقتصاد والبيئة والإنسان هي الحرب التي تجري حالياً في اليمن وأحد أطرافها ميليشيا الحوث الإنقلابية التي لجأت مؤخراً لاستنزاف النفط المخزون في أنبوب النقل الممتد من حقول صافر إلى رأس عيسى والذي يعد وجوده ضرورياً لبقاء الأنبوب سالماً من التلاف فقد أعلنت شركة صافر لعملية استكشاف وإنتاج النفط الحكومي المالك لهذا الأنبوب أن ميليشيا الحوث الإنقلابية اقتحمت محطة تخفيض ضخ النفط الخام التابعة للشركة والواقعة في محافظة ريمة بهدف سحب النفط الخام منها ومن الأنبوب الرئيس للتصدير من حقول الإنتاج بمحافظة مارب إلى رأس عيسى في الحديدة والمخزون منذ عام 2014 وهو تاريخ توقف ضخ النفط عبر هذا الأنبوب الشركة أدانت في بيان لها الاعتداء على المحطة وخط الأنبوب الرئيس وأدانت في الوقت نفسه أعمال النهب التي تطال مخزون النفط في هذا الأنبوب الذي يعود تاريخ إنشائه إلى منتصف ثمانينيات القرن المنصرم وحذرت شركة صافر في بيانها من خطورة إفراغ النفط الخام من الأنبوب الاستراتيجي والذي سيعرضه للصدى والتآكل وبالتالي سيساهم في تدمير الأنبوب والذي يعد أول خط استراتيجي لذلك النفط في اليمن تم إنشاؤه في نهاية ثمانينيات القرن الماضي بملايين الدولارات فضلاً عما ستتسبب به هذه الخطوة من تبعات بيئية كارثية على الأرض والإنسان الشركة توعدت بملاحقة كل من شارك في هذا العمل التخريبي والإجرامي بالملاحقة القضائية وبأن أي منهم لن يفلت من العقاب ولن يسقط هذا الاعتداء بالتقادم ليس هذا الاعتداء الأول من نوعه الذي تقوم به الميليشيا على أنبوب نقل النفط هذا فقد سبقه اعتداء في باجل أدى إلى تفجير الأنبوب وإهدار آلاف الأطنان من النفط في البيئة الزراعية المحيطة بمنطقة مرور الأنبوب يأتي ذلك في إطار مساع لا تتوقف من جانب الميليشيا لتأسيس سوق موازية للمشتقات النفطية تتحكم بكافة عملية تداول هذه المشتقات واستثمار العائدات في استدامة الحرب كما تقول الحكومة ولتعزيز قبضتها على السلطة في مناطق نفوذها الحالية وفقاً للمراقبين